السلام عليكم ربط الله اليوم نبدأ الشرح الورد برس و كيف نستخدم ورد برس عشان نسوي موقع يعني ما بغى أقول بسيط ولا احترافي شي بينهم بحاول أعطيكم كل يعرف ان شاء الله و ان شاء الله يفيدكم طبعا الورد برس اللي ما يعرفها و اللي قدت سمعنا وورد برس موقع كثير يستعمل اي شيء يجي في بالك تبغى تسوي لك مدونة وتبغى تسوي لك تبغى تسوي على طريق الورد برس طبعا موقع كثير يستعمل وورد برس الحين و انا الحين في الدرس هذا ما رح اتعمق موضوع wordpress بس في البداية بيشرح لكم كيف نحصل استضافة و نشترك هذه الاستضافة و ناخد منها موقع wordpress و بعدين بنشوف في الدروس الجاية بعطيكم 3 مواقع على wordpress و نبدأ نشرح كيف نستخدم wordpress بسم الله دعونا نبدأ نستخدم التصفح انا بالنسبة لي استخدم ATP هذا الشركة مرة حلوة و شعارها حلوة عندها يعني تخصف اشياء كثير مثل اي كومرس سلوشن ووب هاستنج عندهم الوب سايت بيلدر wordpress هاستنج الوب ماركتيق اشياء كثير مرة حلوة الشركة هذي يعني عندهم تقدر تاخد دومين من هنا هنو معلين من هذا كله بس يتبغون تصفح هنا بعدين تصفحو مثل تبغى تسوي لك متجر عندهم اسعار متجر تبدأ ب 10 دولار في الشهر يعني 120 السنة ممكن عندهم دسكاونت يعني قالبا عندهم دسكاونت يعني انا لم ناخد wordpress ممكن عندهم دسكاونت حتى wordpress 15 بس ما عليك في السنة بتطلع ارخص ارخص بكثير انو اريكم تضغط على هذه wordpress hosting طبعا هذا موقعهم يقول لك هنا يعني انهم بساعدونك في ان يسمون لك كل شي في الستاب حق wordpress و بيعطونك كل فيتشارت حقت wordpress هنا سيجي الفيتشارت مره مره متقدمين و خدمتهم مره حلوة award winning support 24 hours 7 بالنسبة لهالنقطة صدل صحي احتاجت مره كلمهم و دقت عليهم و سألتم ماذا عندكم عربي و قالوا لي ايه عندنا عربي حطوني ايميل و توصلت معهم و ردوا علي و طلبوا مني رقمي و دقوا عليهم نفسهم و خدت رقمهم بعد اللي بالعربي و دقيت عليهم كذا مره و ساعدوني فالشركة مره حلوة هذه اسعار wordpress تبدأ من سبع دولار فالشهر ايه على العربي و موقع واحد ايه 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 هذا عندما تسوي الى عادة كارت تجيك هذه الصفحة ما عندهم خصم يمكن في الباقات الثانية بس هنا ما في خصم بس عندهم مشاك كثير فيها خصم لديهم خصم تضيفها للموقع اد سايت لوك بصراحة ما اعرف هذا بس تقدر تقرأ عنه حماية اد سايت لوك هذا اللي هو نشوفه حماية وموقعك لا يوجد مشاكل اذا كنت تبيع اشياء بعدين تقرأ ان تضيف اي شي من هذه الخدمات تختار هنا تدفع لهم منطري او بالسنة مرة واحدة يخرج السنة بثلاثة وثمانين دولار تقرأ ان تضيف موقع أشياء مرتاني يسألك يعني هذا الـ domain حقك طبعاً free عندهم ما كان فيه خصم بس فيه domain free هنا يسألك إذا تبغت حتى الـ domain حقك private information متطلع هنا يعرض لك الـ domain إذا تبغى ضريفهم مثلاً .net .co بسي كده الـ process to check out تختار الـ new customer الـ continue customer تعب بيوناتك بعدين يجيك بلسيك الـ order طبعاً قبلون كريديت و فيزا بيبال هناك checking account توقع فقط في أمريكا هذه عندهم بيبال كريديت كارد و في نقطة توقع ذا يعني توقع أن عندهم مندوبين في الدول العربية فتواصل معهم على الـ 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 المقرات الفتح الـ 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 هذا الموضوع لليوم أتمنى كل واحد يجهز موقعه لكي يتابع معنا في الحلقات الجاية لما كان عندك موقع ما راح تستفيد من الحلقة فتجهز موقعك سواء منها الاستضافة او الاستضافة ثانية وأنا اشوف الاستضافة مرة حلوة وخدماتها حلوة فالمرة الجاية بنوريكم كيف ندخل اللوحة التحكم وش فيها اللوحة التحكم أتمنى الشرح كان واضح وبسيط وإني أفدتكم ولا تنسون تنسون سبسكرايب عشان تشوفون اشياء جديدة ولايك وإذا عندكم اي سبسار اكتبوا في القومنت سلام عليكم